أهلا بكم وطبعا يوم الاتنين يعني لقاءنا المفضل المحبب مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وإستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا 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 مولانا أهلا بكم ومرحبا ويوم مبارك على مصر إن شاء الله عز وجل بحكاية وطن حلو جدا طيب بما أن احنا قلنا بحكاية وطن النهاردة الرئيس قام بالإعلان عن ترشحه لرئاسة الجمهورية وما بين قصين ثقيلين جدا الرئيس قال فيه تعددية فيه مرشحين كتير انزلوا مع كل اللي احتراموا التقدير لكل المرشحين انزلوا وادلوا بصوتهم وكل واحد يختار اللي هو شايفه وهنا ممكن يجي في بالي سؤال ما وهو إنه هل هناك تأصيل فقهي لفكرة الإدلاء بالصوت واختيار الحاكم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه دا وبعد أمراني مهماني يتصلاني بهذا الأمر بالنسبة للترشح الرئاسي ليست مدهنة ولا مجاملة ولا منافقة وما تعودت ذلك ولكن أقول استجابة السيد الرئيس عفتاح السيسي للشعب المصري في ترشحه أرى أن ذلك واجب وطني وفرض شرعي هتقول لي إزاي أقول لك إزاي أولا الله تعالى قال حكاية عن سيدنا يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفظ عليه اجعلني دا سيدنا يوسف طب على خزائن الأرض إني حفظ عليه لماذا قال المفسرون وأهل العلم في هذا قالوا الإنسان إذا وجد فيه نفسه الأهلية المعتبر شرعا والكفاءة لرئاسة البلاد لنفع البلاد لنفع العباد أصبح هذا من باب فروض الأعيان يعني فرض عين لا يتأخر وطبعا خده بعرض سيدنا يوسف عليه السلام يعني هو سيدنا يوسف يقول لي حاكم مصر طالما أنت عرفت فيه الملكة الاقتصادية ها اللي هي في تفسير الرؤية في سبع سمبلات خضر وأخر يابسات وسبع بقارات عجاف والسمان وقال له طبعا تخزنوا الأمحي في السنبولة فإذا سيدنا يوسف عالمة أن مصلحة مصر وبالذات زمن الجفاف وكذا قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه من هنا أقول لك ولمحبين ومتابعين وكل مخلص هوفي لهذه البلاد طبعا ترشح الكف لإدارة البلاد والعباد هينطلق من هذه الآية الكريمة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه مناتل الأمر الثاني المشاركة المشاركة في العملية الانتخابية عندنا في جامعة الأزهر قسم كامل اسمه قسم السياسة الشرعية وفيه كتب وزال أحكام السلطنة للمورد ولأبي يعلق أو هكذا العملية الانتخابية هي أقيم الشهادة لله يعني أنت كمواطن ما دعو للإدلاء بشهادتك فالاستفتاء لا تغفل عنه ما شهدنا إلا بما علمنا إنما يأتي إنسان يكون سلبي على فكرة ده يؤدي إلى إيه النقوص عن الإدلاء أو المشاركة في الاستفتاء أو في الانتخاب يعتبر كتمان للشهادة طب سؤال هل ده معناه استفسار بقى وتأكيد برضو للمعلومة في ذهن هل ده معناه إنه الانتخاب التصويت الاستفتاء واجب شرعي أيوة نعم هو كان زمان بيأخذ منح آخر أو مسمى آخر اللي هو البيعة يعني كان يأتي المرشع زي سيدنا أو بكر عليه رضوان الله وهكذا كان يأخذونا البيعة في المسجد دلوقتي في المجالس النيابية أي أن كان مسمى في دول معينة زي أشقانة في الدول الخليجية خدتبها لحضرتك الآن إحنا عندنا مثلا مجلس النواب مجلس الشعر للشيوخ مهدي الأماكن اللي بترشح من يتولى رئاس البلاد بيتحدد على ضوء ذلك من المؤسسات ذات العلاقة دعوة المواطنين لإيه بقى؟ للإدلاء بالصوت الصوت الانتخابي هو شهادة فإذا دعيت للشهادة يجب عليك أن تؤديها شوف ربونا بقوله وأقيموه لسه بقى جاية الحكمة هو وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثُمٌ قَلْبُهُ من؟ الكثمين دعوة ربناه اللي قال وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثُمٌ قَلْبُهُ فَمَنْ يَرْضَ عَلَى نَفْسِهِ إِنِّي إِسْمِي وَمَنْ يَكْتُمُهُ وَمَنْ يَكْتُمُهُ وَمَنْ يَكْتُمُهُ وَمَنْ يَكْتُمُهُ وَمَنْ يَكْتُمُهَا لِيَعْزِيهِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ آثُمٌ قَلْبُهُ إبقى هنا يجب على الشعب المصري إن شاء الله عز وجل أن يستجيب ويذهب للإدلاء بالصوت الانتخابي بطبيعة الحالة اللهم لك المنة والفضل ولك الحمد والشكر ربنا بيعرفنا بقول للمرجفين في المدينة أولهم إيه بقى ربنا بيقول وَلَا تَبْخَسُوا الْنَاسَ أَشْيَاءَهُ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَاسَ أنت وجدت إنساناً عمل ويعمل لا تبخسوا حق وَلَا تَبْخَسُوا الْنَاسَ أَشْيَاءَهُ والإسلام بيعلمنا من الأخلاقيات في التعاملات من أزد إليكم معروفاً فَكَافِئُوا فحضرتك يعني بشهادة لله عز وجل وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا الحمد لله تسع سنين من 2014 لـ 2023 إنجازات تفوق الطموحات من الآخر في شتى الميدين إنجازات تفوق الطموحات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لمصر لمصر عرصها وإن شاء الله نظهر للعالم أصالة وموضوعية الشعب المصري ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء اللهم أمين أشكرك ألف 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 شكر لك مولانا